أجمل ما كتب من كتبات ومن وثائق من وجهة نظر حضرتك ومن كتب عن حرب أكتوبر المجيد أنا بالنسبة لي طبعا مدينة لمدرسة هيكل لأن أستاذ هيكل يعتمد دايما الوثائق والروايات المؤرخة من المكاتب متخذي القرار المكتبات الرسمية اللي كانت بين كاسنجر وكانت بين رئيس السادات الردود الفعل العالمية والوثائق اللي بتثبت قوة الموقف المصري يمكن ده مهم جدا ما يغنيش أبدا عن الطريقة الروائية في الكتابة ويمكن طبعا البديع جمال الحمدان كان له كمان يعني كتاب مشهور جدا عن حكايات الحرب طبعا هو مؤرخ عظيم جدا وإحنا بنتعلم في مدرسته كل هذه الكتب مصادر مهمة جدا بالإضافة أن بحب جدا كتب التاريخ الذاتي والسير الذاتية اللي كتبها قاضيتنا العظام الجمسي والمشير اسماعيل وكل هذه الكتب بتبقى مرجع مهم جدا نقدر نستفيد منها ونعرف التفاصيل كما حدث الحرب بكل أحداثها المأساوية بصرف النظر طبعا عن الانتصار إنما كمان كان فيها أحداث مأساوية كتيرة جدا وده كان جزء ملهم بشكل كبير جدا للشعراء والأدباء وللفنانين وللكتاب أن هم يكتبوا ويوثقوا الأحداث دي من وجهة نظرك الأحداث دي قد إيه كانت ملهمة لكل المبدعين اللي كتبوا عنها كل واحد في مجال عايزة أقول لحضرتك أن يمكن من أكتر الأغاني اللي بتلفت انتباهنا وبنحب أن نستمع إليها الأغاني الوطنية هي اللي تم تسجيلها بشكل تلقائي في الستوديوهات عقد بيان العبور إحنا عارفين طبعا أن بعد النكسة وبعد خلال حرب الاستنزاف كان المواطن المصري بقى بمختلف فئاته الفنان والمبدع ورجل الشارع كان مترقب ومتحفظ على أي أخبار يعني يمكن بعد البيان السادس تحديدا وإعلان العبور وإحنا بنتكلم من الضفة الأخرى هنا بدأت الحس الشعري وحس الملحنين والموهوبين ولو حدركت تتذكري الأغنية الجماعية الشهيرة اللي هي الحلوة بلادي السمرة بلادي الأغاني الجميلة اللي هي بصوت الشعب بصوت الشارع بصوت المواطن على ربابة مغني ووردة لما طلعت تصدح يعني في حس عربي وحس وطني كلها الأغاني دي في الحقيقة تلمس قلبنا كلنا عند إزعادها شايفة إزاي الأدب والفن كان عليه عامل كبير جدا في تحميس الشعب في التأكيد على وطنيات المصريين في زرع المصرية بشكل عام في كل مصري كان موجود في الوقت ده يمكن إحنا لما بندرس في الأكاديمية العسكرية وفي أي دورات بناخدها للأمن القومي والاستراتيجية بنلاقي أن حرب أكتوبر مدرسة في استخدام القوى الشاملة من القوى الشاملة الفن والأدب والصحافة يمكن كان بيتم الاستفادة بهذه العناصر لها القوى النعمة زي ما بنقول عليها بلغتنا الحالية كان بيتم استخدامها بذكاء شديد علشان ما تضرش سير العمليات يعني يمكن إحنا كان نفسنا يبقى عندنا تأريخ وتسجيل أكتر ليوميات الحرب من الميدان لكن الخوف على سرية المعلومات لأنها حرب خطيرة جدا وبنقابل عدو يعني متقدم عننا تكنولوجيا وإحنا بنملك الإرادة وبنملك العظيمة على تحرير أرضنا معانا الحق وإمكانيات أقل فما كانش عندنا رفاهية غير أن احنا الكتماني الشديد وأن كل حاجة تيجي هدف تاني وتالت بعد الهدف الأول هو تحرير الأرض ومن هنا يمكن كان فيه نقص كبير في التغطية السينمائية والصور والكتابة كانت بتتبقى عن طريق البيانات العسكرية لكن تم تسجيل مدرسة في الشؤون المعنوية من إدراج البيانات المدققة والصحيحة عن كل خطوة في حرب أكتوبر ده في الحقيقة يعني نموذج لزي توصيق وإحنا يمكن مؤخرا كمان شاهدة القوات المسلحة الإفراج عن عدد من الوصائق اللي بتسجل تفاصيل الحرب من اليوميات ودفاتر القادة ومن الاستلام ما بين المقاتلين أوامر وتنفيذ المهام بدقتها ده كله بيرد طبعا على أي إدعاءات لأي عدو بيدعي الرواية من وجهة نظره وبيحاول أنه بعد فترة وسنين يقول معلومات مغلوطة أو يتحايل على الموقف بأي شكل يتخيل أنه ننسى وأنه لو جيل الأكتوبر العظيم يعني ربنا يدي للسه موجودين طولة العمر والصحة لكن بحكم الزمن طبيعي أنه هو إحنا عارفين أنه هم يعني بقى عددهم أقل الموجودين بنا تاج فوق راسنا بنعتز بيهم جدا ونفخر بيهم لكن هم علمونا كويس وورسونا العلم والمعلومات الصحيحة المدققة وإحنا هنبقى دايما محافظين على العهد ومعنا كل الأدلة والبراهين اللي بتثبت ومعنا أرضنا اللي إحنا بنستمتع بحريتها وبنحتفي بنصر عظيم لها